جزائر سيادة الرئيس وهل الامتناع عن تسميته يمثل ربما فرصة أخيرة تمنحها الجزائر لهذا البلد كي يراجع مواقفه أنا في رمضان وكل أشياء يشاهدوا على أننا ما زالنا مشيناش كلام يعني في عنف بالنسبة لناس هاته نعتبرهم دائماً أشقاء طلبوا لهم الهداية وهذا شهر رمضان إن شاء الله أربي أهديهم لأن تصرف التحم غير منطقية يبدوا لي بلي مثل ما يقول أخذتهم العزة بالإتم يعني كيفاش حنا ما تخليناش كذا وكذا وكذا طلبوا لهمني أنا حاوسنا على رب برك هالي كذا وكذا وكذا وشنو هي هذي كذا وكذا وكذا كيفاش حنا ما تخليناش كذا وكذا وكذا هذا خطابتها رئيس دولة هذا خطاب انتهى 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 يعني كوجي رئيس بلدية يكون يبين يوضح رئيس بلدية يوضح الخصومة معا منه وش قاله وشنو المشكلة هذا خطابتها دولة وبعدين يقول لك أنا في رمضان وطلبوا لهم الهداية تطلب الهداية راك تطلب الهداية لواحد جارك ولا وحدة ولد عمك ولا بنك مراهق ولا مش ما يعرفش يتصرف هذا نظام إجرامحي يقتل في ليبيا يقتل قتل في مصر ويسيطر الآن على مصر دمر السودان وشوف السودان سقطت على رؤوسها اليمن قتل الآلاف بشهادة حتى بشهادة الدول الأخرى وقنوات واللي يحب يشوف وش دارة البي بي سي دارة بي بي سي على ما تقوم به الإمارات من اقتيالات في اليمن ناهيك على الحرب اللي شنتها اليمنية قصف في سوريا قصف في العراق قصف في سيناء قصف في الصومال قصف في كل مكان تركت تتكلم ما منطق هذا تلبلهم الهداية وهمش عاقزته وحنا ما نرناش هذا مشكلة متع رئيس دولة مش حتى تع رئيس بلدية يو مرات والله في قهاوي ناس ما دخلوش مدارس ما تعلموا غير عندهم منطق أصوب وأوضح مما يقوله هذا المزور هاوة ليش؟ وش يجيب لك نظام مزور يجيب لك شخصية تافهة ضعيفة رديئة ما عنده كاريزمة ما عنده هيبة ما عنده أفكار ما عنده قدرة ما عنده تحليل الجملة ما يكملهاش هاوة ليش يجيب لك نظام العسكر يجيب لك أتفه التافهين وأسفه السافهين وأفسق الفاسقين في المدنيين ويحطوا لك واجهة وروح ان تتعامل معها هذه هي الجزائر وحتى في أسوأ فتراتها يعني لم تشهد بهذا السوء أن يكون ما يسمى برئيس الدولة رئيس الجمهورية القائد العام للجيش وزير الدفاع ما نشعب شو يكون بهذه الرداءة وش يقول أيضا نعم إن شاء الله الجزائر ما تركاش ويأخذوا العبرة يأخذوا العبرة من الدول الأظمة اللي نحترموها كثير وتحترمنا هي تالي وقرارنا محترمه كيفاش يأخذوا العبرة من الدول الكبرى اللي نحترموها كثير وتحترمنا هي كثير هذا الكلام لو كان كان قبل البريكس الناس تقدر تبلعوه على ما ضادع يعني يبلعوه وبالك يشربو رحل ما وقعوا بعد البريكس خلاص بعد البريكس خرج لافرو قال ما كان لها هي بلا تأثير لهم إحسن كيف أدركت القوة الكبرى اللي تعتاراتها مش من قوة كبرى قلت أن ما تعمالي خرج يسب تعني جر خرج يسب وهي جاية قائمة حفتر خرجي سب هذه ميليشيات أو طغم عسكرية داروا انقلابات وفي دول ضعيفة وبسيطة وصغيرة مع احترامنا لكل شعوب ولكل بلدان لكن حقائق الجيو بوليتي كما تسمى إذا كان المالي بكل المالي اليوم في باماكو يقول لك الناس باللي ما عندهمش كهرباء ما عندهمش الماء أوضاع سيئة جدا تعبانة جدا داخل باماكو يخرج يهاجمك ويسبك ويبعث لك فاغناع الحدود النيجيري اللي مقطوع عليه الكهرباء ما عندهمش كهرباء ما عندهمش نتيجة العقوبات تع فرنسا والعقوبات تع الأفارقة أراه يخرج يهاجمك ويجيب السافير يمسح به الأرض جي تقول انت الدول الكبرى تحترمنا ويساقص الدول الكبرى هؤلما معارفين الحقيقة الاماراتيين كيراهم يتجرؤون وجاءوا يقول لكم يعطوني كذا وكذا وكذا كما قلت انت لماذا تجيك دولة مثل هذه تجي تقول لك يعطيني كذا وكذا وكذا معناه يدرك الشونتاج معناه رأي يخوف فيك لأنه عنده لاش لأنه كثير من الوزراء والجنرالات والولات وكبار القضاءات وبعض الصفراء وانتم تعرفونهم عندهم عليهم ملفات أخلاقية ناهيك على الملفات المالية لأن آلاف من أولاد المسؤولين وبنات المسؤولين رحوا لدبي وفي دبي كل الفساد وانتم تعرفونهم وبعضهم أبنائكم وبناتكم فهم شدين عليكم كل هذه الملفات فوشيزي ديقول لكن تبغي التصرفات اللي عندك معناس خرين تفرض عليك غالط غالط بزاف حنا أنا في خمس ملايين وستمئة وثلاثين ألف شاهد من عجل هذا البلاد هذه مقرب لا بغيت هذا ما كان تخريب الإنسان ليخصص المال بتاعه بشي يخرب الفتنة مش مليحه أنا حيط كيفاش يقرب إذا بغى إذا هو بسيطر على ميناء العاصمة كيفاش يقرب إذا بغى قرب إذا بغيت وبعض الزباب نتاحهم قاعدين يشراه في مواقع التواصل الاجتماعي قرب إذا بغيت طيب راهوا في ميناء العاصمة راهوا في قلب العاصمة شد الميناء راهوا شركة ستيم بالرغم أنكم درتونها بعض القلاق لولي زعاج إلى مازالت شركة ستيم سيطرة على التبغ بول كبريت في الجزائر وكاين أزم التبغ وكبريت كيفاش يقرب إذا كان راه شاد الميناء تعجينجن كيفاش يقرب إذا كان راه دخلك في وزارة الدفاع ودير معاك ما يسمى بالصناعات عسكرية أي يجيب لك السلعة التاع وتدي لها المونتاج وتسميها صناعة عسكرية كيفاش ما معنى قرب إذا بغيت هل تعتقد أن الإمارات راح تجيب طائرات وكذا هذي تقدر تديرها في أماكن معينة لكن تقدر تخرج لك حميدتي كما خرجت في السودان تقدر تدير لك حميدتي في الجزائر بالمناسبة راه كين واحد زوجه الثلاثة اللي يسموا على أساس أنه معارضين وكذا هم عملات على الإمارات هذا أسر محذروا فيهم الأخطر هو أنك فاتح بالسفارة يعني السودان اللي في حرب وفي مشاكل كلها قام بطرد سكاي نيوز اللي هي قناة إماراتية سكاي نيوز إحنا ما زالت في الجزائر قام بطرد العربية والحدث اللي هي قنوات سعودية يعني السودان اللي في حرب خرجوا و خرجوا دركاء للمواجهة مع السعودية والإمارات بالرغم من السعودية والإمارات موش متفاهمين في السودان والسودان يعني بينه وبين السعودية 200 كم أو 250 كم تعال البحر الأحمر والإمارات ليست بعيدة انت بعيد على الإمارات بـ 6,000 كم لكن المشكلة ما هو في المسافة لأن سفارتهم رأي ما زالت تشتغل الميناء رأي ما سيطرين عليهم جنيرالات ووزراء وقضاء رأي ما شدين عليهم ملفات ورأي ما يخدموا فيهم جواسيس آلاف الجزائرين يروحوا ويجووا لدبي وبعضهم يشتغل جسوس خاصة من كبار المسؤولين وأبناء المسؤولين لماذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة قطع العلاقات مع الإمارات نزع الميناء من الإمارات نزع كل الأراضي التي سلمت للإمارات بدون حق توقيف أي معاملة عسكرية مع الإمارات سحب السفير من هناك وطرد السفير والديبلوماسيين نهائيا مش فقط قطع العلاقات لأن المرة تقطع العلاقات ولكن يبقى تمثيل معين من الدبلوماسيين وأشياء أخرى كثيرة جدا وأهمها التفاهم مع الجيران الوصول إلى حلول مع مالي الوصول إلى حلول مع النيجر الوصول إلى حلول مع ليبيا الوصول إلى حلول مع موريطانيا الوصول إلى حلول مع المغرب خاصة لأن موريطانيا متواجدة في كل هذه الدول كيفاش قرب إذا بغيت ومرات ما يقربش مرات ما يستخدمش حتى الأماكن اللي يتجسس فيها داخل الجزائر سواء الميناءين أو الصفارة أو مقرات شركاتهم أو البوية المنازل التعديبلوماسيين والسفير إلى آخر مرات رأوا بالأنترنت يعني رأنا في عصر الأنترنت مرات ببرامج الجوسسة والبيغاسيس وما شابه والأخطر من ذلك في طيران رايح جاي ما بين الإمارات والجزائر من هم هؤلاء الجزائرين اللي رأهم يروحوا من هم الجزائرين اللي كانوا يروحوا ويترددون على الإمارات من هم الجنرالات اللي عندهم ملفات أخلاقية خشنة والوزراء ويجب تردهم لأن هؤلاء يرهم يشتغلوا للإمارات سواء أرادوا أو لم يريدوا لأنه عندهم ملفات أخلاقية عليهم كيفاش قرب إذا بغيت للأسف لن تستطيعوا أن تديروا هذه المعركة مع هذه الدولة رغم صغرها إلا أن عندها قدرة على التدمير هائل الإمارات قصفت على الأقل وتدخلت عسكريا على الأقل في عشر دول أنا سميت بعضها يمن سودان ليبيا مصر في السناء العراق سوريا صومال جيبوتي أثيوبيا الإمارات هي اللي قمعت المعارضة الأثيوبيا المسلحة قبل سنتين عندما انفجر وساندت الحكومة أبي أحمد اللي راح قايم اليوم واللي راي تستخدموا ضد مصر وتستخدموا ضد السودان وتستخدموا ضد الصومال الصومال اليوم قطعوا علاقاتهم مع أثيوبيا إمارات قصفوا في النيجر قصفوا في مالي كنقول قصفوا ليس شرط تجي طائرات إماراتية تقصف عن طريق الميليشيات بما فيها ميليشيات فاغنر اللي انتم مجبتوها للحدود للأسف لن تستطيعوا أن تديروا هذه المعركة لأنكم فاشلين ورديئين الأخطر منقسمين وأنتم مجموعة أجنحة ماذا يفعل جبار مهنة الآن وجماعة المخابرات وتوفيق من الخلف إنهم يفعلون كل شيء من أجل تحطيم تبون اللي يمر إلى عهدى ثانية طبعا مش لمصلحة الجزائر من أجل أنهم يريدون هما يجيبوا البديل على تبون ويحطوه وهنا تقلق رهيب لماذا لم يعلن تبون أنه يقول أنا مرشح قال لك خوانة الداخل نهار لي خرجوا بيانا تأخير التسبيق الانتخابات قال لك خوانة الداخل وأن تبون فاجأهم وفاجأ الحلفاء وفاجأ خوانة الداخل لأن هناك معركة على من يكون الرئيس القادم لحد الآن رهو ضامن لأن شينجريح رهو ماشي معه لكن هذا مش مؤكد لأن حتى شينجريح وضعه موش قوي جدا إذن تدخلون في ما يسمى انتخابات شعبكم مش راضي أو أغلبيته على الأقل واللي كان ساكت عليكم في السياسة غايظوا الحال الآن بسبب التفقير والتجويع وأوضاع كارثية وأسعار مرتفعة جدا وتقول لهم انت ان شاء الله الأسعار تع رمضان تبقى العام كله يعني يبقى الدجار بخمسين ألف والموز بخمسة وثلاثين ألف واشي أخرى والبطاطم عشر آلاف واحد عشر ألف لأنك مكش جايب خبر الأسعار غيرو الشي يكربوا عليك ولا وشي يقولون لك الأخطر ربعين جنيرال في السجون الحراك اللي يريد تغيير حقيقي ليس لديك إمكانيات وضعك الخارجي مع الدول الأخرى متوتر جدا مع إسبانيا متقلب مع فرنسا قضية الصحراء كثير من الدول اللي كانت ساكتة أو كانت شد العصاف الوسط الآن تميل إلى الطرح المغربي أو أعلنت ذلك صراحة عندكم مش إمكانيات باش تواجهوا هذه الدولة على صغرها ولكن عندها قدرة كبيرة جدا على التخريب والتدمير وتبقوا حتى اعترف بذلك إن مواجهة دولة المسخ اللي هي واجهة للصهيونية العالمية اليوم سافيرهم مجتمع مع ما يسمى برئيس إسرائيلي وقدر معه فطور في الوقت اللي شعب غزة يذبح ذبحا من الوريد إلى الوريد الإمارات هي واجهة لقوى الاستعمار العالمي وتشترك مع روسيا كما مع الصين كما مع أمريكا كما مع فرنسا تشترك معهم جميعا ليس لديكم لا القدرات الفكرية ولا الفهم الحقيقي لا الفهم الحقيقي للمواجهة ولا أبعاد هذه المواجهة ولا قدرة هذه الدولة على التدمير والتخريب ليس لديكم ذلك لما عندكم كفاءات والكفاءات اللي موجودة مهمشة أو لا يستمع إليها عندكم الردي يعني لو كان يعني هل يعقل أن تابون يخرج ويقول الدينار يقول الدينار سيساوي 140 دولار وأنا حاب نوصل الدينار نوصله إلى 100 دينار ويخرج بالرغم أنه خطاب حديث مسجل وستمعوش حال من مستشار وهناك مئات المستشارين اللي يخلصوا في الأموال وتخرج فضيحة عالمية وتصبح مهزلة على موقع التواصل الاجتماعي أن الدينار يساوي 140 دولار هذا أحد أدلة آخر الأدلة عن الرداء البائسة لوصلتها البلاد